السلام عليكم ورحمة الله اهلا بكم في فيديو جديد على قناة التكامل الاتقاني ان شاء الله النهضة هناجب على سؤال جيلي في التعليقات والسؤال بيقول ممكن تعمل فيديو كيفية مسح شاشة التأمين كلها يعني نفتح التليفون ويعطينا مباشرة الشاشة الرئيسية بدون شاشة الافل طيب كل انت هتعمله علشان تلغي شاشة الافل بشكل نهائي تمام وطبعا الشرح دوت ممكن تطبقه على اكتر من موبايل يعني سواء الهاتف اللي معاك هاتف اوبو او هاتف شاومي او اي هاتف اخر هتقدر اللي انت هتلغي افل الشاشة في الهواتف دي طيب كل انت هتعمله اول حاجة علشان نلغي افل الشاشة هنبدأ نشغل خيارات المطور تمام وعلشان نشغل خيارات المطور كل انت هتعمله اول حاجة هتضغط على الاعدادات بالشكل ده كده وبعد ما هتضغط على الاعدادات هتنزل الاسفل عند الاختبار اللي هو حول الجهاز. وهتضغط عليه بالشكل ده. وبعد ما تضغط على حول الجهاز هتضغط على الاصدار. تمام? اللي هي اسفل اصدار اندوريت. تمام? هنبدأ نضغط على الاصدار بالشكل ده كده. بعد كده هنيجأ عند الاختار اللي هو رقم الاصدار وهنضغط عليه سبع مرات. تمام? هنيجأ عند الاختار اللي هو رقم الاصدار وهنضغط عليه سبع مرات. هبدأ كده اضغط سبع مرات. ده واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة. بعد كده هيطلب منك كلمة المرور بتاع الهاتف هتبدأ تكتبها. بولي نور انت الان في وضع المطور. تمام? طيب كل اينا هنعمله بعد كده بقى هنبدأ نعمل الروح خطوة للوراق عشان نروح نلغي ميذة افل الشاشة من وضع المطور دي والتمام? بعد كده هنرجع كمان خطوة للوراق. بعد كده هنروح على اعدادات النظام. تمام? هنضغط على اعدادات النظام بالشكل ده. بعد كده هننزل الاسفل هنلاقي هنلاقي هنزل هنا هو تخيارات جديد واسمه خيارات المطورين. تمام? هبدأ اضغط عليه بالشكل ده كده. بعد كده كل اللي احنا هنعمله علشان نلغي افل الشاشة بشكل نهائي. هنيجي عند الاغترار اللي هو موجود بجانب لا تستخدم شاشة التأمين. وهنبدأ نشغله. تمام? يعني هو هيبقى مش شغال. هنبدأ نشغله بالشكل ده كده. بقول لي نهوت هل تريد اقاف تشغيل كلمة سر شاشة التأمين? عند اقاف كلمة مرور شاشة التأمين سيتم تعطيل مزيد التحقق باستخدام البصمة والوجه. وستتم ايضا ازالة البصمات والوجوه المحفوظة. سيتمكن الاشخاص الذين يستخدمونها هاتفك من رؤية البيانات المهمة على الهاتف. معنى الكلام دوت انه هو بقول لي ايه? انني كده هلغي افل الشاشة بشكل نهائي تمام? طيب كون هنعمله بعد كده علشان نلغي افل الشاشة هنضغط على تعطيل بالشكل ده كده. بعد كده هيطلب منك كلمة المرور بتاع الهاتف هتبدأ تكتبها. وبعد ما كتبت كلمة مرور الهاتف هلاقي هنا هو الاخترار اللي هو موجود بجانب لاستخدم شاشة التأمين شغال. تمام? وطبعا الميزة دي اتنضافت في خيارات المطور بعد التحديس الاخير اللي هو في انجرود اتناشر. يعني الميزة دي مكنيش موجودة الاول في خيارات المطور. لكن بعد التحديس الاخير في انجرود اتناشر انضاف حاجات جديدة في خيارات المطورين وان شاء الله هنبقى نعمل لها فيديوهات بعد كده. كده هنكون اجبنا على السؤال اللي هو اجلنا في التعليقات اللي هو ازاي يلغي شاشة التأمين بشكل نهائي. وبكده هنكون وصلنا لنهاية الفيديو. وزي عجبك الفيديو اضغط لايك. هتنسوش واشتراك هو القناة حشان تشجعونا اللي هنعملكم فيديوهات جديدة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.